اشتركوا في القناة فلا أن يحبك الله هو أمر لا يستطيع الإنسان أن يدرك كنها يحبك الملك تفتخر بذلك يحبك والدك تفتخر بذلك لكن أن يحبك الله هذا أمر لا يتحمله قلب العبد حينما يقول لك إن الله يحبك إن الله يحبك ولذلك سنعرض إن شاء الله في هذه السلسلة لمجموعة ممن يحبهم الله انطلاقا من كتاب الله وسنة رسوله وسنخصص في كل حلقة صنف واحد شوفوا القرآن واسم كبول إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب التوابين إن الله يحب المتطهرين سنعرض في كل مرة لصنف من هذه الأصنف واليوم نبدأ بالصنف الأول وهو إن الله يحب المحسنين ووردت حب الله للمحسنين في كتاب الله بصيغ كثيرة فيها والله يحب المحسنين وفيها إن الله يحب المحسنين ووردت كثيرا فالله تعالى إذن يحب المحسنين الله إذن اليوم شل تعالى سنعرض لهذا الصنف من المحظوظين باقتضاب كأنه لو أردنا أن نطيل يعني صنف واحد يمكن أن نتحدث به أو فيه في حلقات لا إله إلا الله محمد الرسول الله فما هو الإحسان إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لاعظكم لعلكم تذكرون صورة النحل إن الله يأمركم بالعدل والإحسان واسمه الإحسان الإحسان واسمه أحسن يحسن ما معنى أحسن ما تأخذ لا أن تعطي أكثر من ما إذا أردت أن أعاملك بالعدل واذا هو أن أعطيك حقك فقط سواء بالعطاء أو المنع لكن إذا قلت أحسنت إليك ما معنى أحسنت إليك؟ أي أعطيتك فوق ما تستحق أي لم أكتفي أبدا بأن أعطيك حقك ولكنني أضفت إليك إحسانا فوق ما تستحق قال تعالى في صورة فاطر يبين الأصناف الثلاثة يقول تعالى في كتابه الكريم ولقد أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه شكرا ما ظالم لنفسه هو الذي أخذ من الحقوق أكثر مما يعطيه من الواجبات غده وما أعطاه ومنهم مقتصد أي العدل أخذ مثل ما أعطى والثالث ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ما معنى السابق أي أعطى كثيرا وأخذ قليلا أعطى كل شي المحسن أعطى كل شي والدقل ولذلك فعبد الرحمن منعوف في يوم صائف وهو من العشر المبشرين بالجنة لما حان وقت غروب الشمس فجاءه ابنه بالإفطار بكى حتى خضلت لحيته ولم يريد الأكل فقال له ابنه يا أبتي صنط يوما طويلا شديد الحر فلما جئناك بالفطور بكيت وتركت الإفطار قال ذكرت مصعب ابن عمير صاحب رسول الله استشهد في أحد ولم يجد حتى ما يكفن به إلا ثوبا واحدا إذا كفن الجهة العليا بقيت ساقاه وإذا كفنت الجهة السفلة بقي صدره ورأسه فكفنه النبي من جهة العليا وبقيت ساقاه فكفنها بالأذخر قال فلم يأخذ مصعب شيئا من الدنيا وأعطى كل شي ونحن تأخرنا فأخذنا كل شي ولا أدري أأخرنا الله إلى خير إني سمعت الله يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم يجي واحد وقت على أمتي شرار أمتي شكون هما شكون هما يجلسون على موائد فيها ألوان الطعام ألوان الشرام وقلوبهم فارغة من شكر الله على النعمة بغيزين غياطيني غياطيني لا يفكر إلا في حق يتوهمه أما الواجب فلا يؤدي لا حول ولا قوة إلا بالله الإحسان عرفنا هو اسمه هو دائما فوق العدل والإحسان دائما اسمه من يقول الإحسان اسمه ففهمه أنه زيد أثر لخير يمتد إلى الآخرين أثر خير ينطلق من المحسن إلى الآخرين يعني دير الخير في الناس المحسن المحسن ما اسمه هو محسن يعني ينطلق منه الخير زيد ليعم الناس يدير الخير في الناس يجي واحد الحادث غديم إن شاء الله في المحسنين اللي يحبهم الله أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس هذا نخليهم من بعد إن شاء الله لأنه نحتوى داخل في باب الإحسان إحنا كانت تكلمين إن الله يحب المحسنين إذن هذا هو الإحسان فما هي إن شاء الله صور الإحسان واسمه صور الإحسان إن شاء الله تبارك وتعالى الصور دي الإحسان لك إن شاء الله إذن كاين الإحسان فيما بينك وبين الله والإحسان إلى نفسك ما يقولش تحسن للناس وإنت لا تحسن للناس والإحسان إلى خلق الله والإحسان إلى كل ما في الكون ثم نتحدث النقطة الأخيرة على الإحسان في العمل والدعوة حتى العمل والدعوة نبدأ إن شاء الله نقطة بنقطة باش تعرفوا اللي يحبهم الله تعالى المحسنين ما هي صفاتهم نبدأ الصفة الأولى الإحسان مع الله في علاقتك مع الله قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب حينما كان يسأله عن مراطب الدين سأله عن مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان فقال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا الإحسان في العبادة الإحسان في علاقتك مع الله إما أن تعبد الله كأنك تراه على جهة المشاهدة بحل لك تشوف في جلال الله أوه ربي 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 واش اللي يعبد سيد ربي وهو يشوف في جلال الله هل سيسرق في صلاته هل سيصوم لله صيام لي وهو يأكل أموال الناس وهو يغتاب الناس وهو ينظر إلى جلال الله هل الذي يحج ويؤدي مفترض الله وهو محسن يعبد الله على جهة المشاهدة أيظلم الناس أيسب الناس أيسئوا إلى الناس في بيت الله الحرام أيأكلوا أموال الناس في بيت الله الحرام لا يمكن لا يمكن ولذلك فأعلى مقامات الإحسان في العبادة هو أنك تعبد الله على جهة المشاهدة كأنك ترى الله أوه ربي 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 وإن لم تستطع البلوغ إلى هذا المقام فعلى أقل أن تعبد الله على جهة المشاهدة المراقبة فإن لم تكن تراه على جهة المشاهدة فهو يراك إذا راقب الله الله يراقبك وإذا كنت توقن أن الله معك يراقبك وينظر إليك فأبدا لا يمكن أن تفعل شيئا يغضب الله وأنت بينك وبين ربك وفي هذا الحمد لله الكثير من الأمثلة المضروبة الأقل أن عمر الخطاب كان يعس في الليل فسمع المرأة مشهورة تقول لابنتها أمزوج اللبن بالماء ما دام عمر نائمة قالت يا أمه هل إذا نام عمر ينام رب عمر فوضع علامة على الباب وخشع عمر وبكى فصلى بالناس صلاة الصبح ولم يسمع باكيا كما سمع ذلك الصباح فجمع أبنائه بعد صلاة الصبح وقال من يتزوج ابنة تعبد الله على جهة المراقبة وتخاف الله فإني أرجو أن يخرج الله منها نسمة مؤمنا وإن لم يوجد فيكم من يتزوجها أتزوجه أنا فتزوجها ابنها عاصم ابنه عاصم فخلفت له امرأة تزوجها عبد العزيز فأخرجت منها نسمة اسمها عمر بن عبد العزيز مراقبة الله عبد الله بن دينار يقول كان مع سيدنا عمر فخرجا يمشي هذه معروفة سيدنا عمر فوجدوا راعيا يرعى الغنم قالوا شات بعناها قال ليست لي قال إنها ليست لي قال إن صاحب الشات غائب وإذا جاء وسأل عنها قل أكلها الذين قال له إن غاب رب الغنم فهل غاب رب رب الغنم فبكى عمر حتى خضلت لحيته وقال إن هذه الكلمة عتقدك في الدنيا فأنت حر لوجه الله شراء وأرجو أن تعتقك يوم القيامة من النار الله أكبر شوفوا لهذا المعنى واش حال عميق ديال الإحسان شوفوا لهذا المعنى واش حال عميق هي غير سهل ولكن شوفوا لهذا المعنى واش حال عميق دايما تشوف صدر بي ما تطمشي يدك لما ليس لك لا ترمي بصرك لما لا يحل لك لا تمشي خطوات لما لا يرضي ربك كي دير ما يحبكش الله ما يحبكش الله وانت يا طرعي غير الله في كل شي انت تحصب روحك ما يقول الله ربيرها معك إما كتشوفه وإلا كيشوفك يعني كيش نس وصلوا لهذا الدرجة المن وصلوا أن حتى خلجات التي تجول في صدورهم زيد زيد لا يقبلون إلا شيئا زيد من الهواجس الخير فلا يتركون حتى داخل الصدر أن يجول بصدورهم ما يغضب الله احتقل سيدنا داود الظاهري وقفت على باب قلبي أربعين عاما حتى لا يدخلها غير الله هل بنا سأخلي تغير الله خلي تغير الله حتى صدري ما يدورش فيه باي اللوح الفكرة مشي مزينا حتى لو كان يدير راسه عنه وسادة الراس انتا ما تدورش فيه شي فكرة اللي مشي مزينا يقول كوان نمشي لهي غد ندير ذيك هذي غيف صدره لا يترك أبدا هواجس الشيطان تنقضح في قلبه وعقله علاش يستحي من الله يعرف باللي ربرا عندك سرك العلانية أعلم السر وأخفى يعلم سرك وأخفى من سرك الله أكبر إذن هذا إن شاء الله تعالى الإحسان الأول في العقائد في علاقتك مع الله وهذا الأساس إلا كنت هكذا إن شاء الله كنت عمل مع صدر كنت تكون الصلاة إذا صليت لن تحدث نفسك في الصلاة خارج الصلاة أبدا حتى قالوا الحاتم الأصم قالوا أتحدثك نفسك في الصلاة بأمر خارج الصلاة سمعوا اسمه قال قال لأن تختلف في صدر الأسنة أهون علي من أن تحدثني نفسي خارج الصلاة لو كان يضربوني بهاش بالسهام في البدن تعي كل شي وما نتحدثنيش نفسي في الصلاة في غيري الصلاة ومناجاتي الله أوه ربي 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 مصعب ابنه 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 ابن الزبير من اللي قال سوذاك المرضي اللي يفسها الرجل قالوا له غاد انقطعوا لك الرجلين قالوا له إن شاء الله تعالى جابوا له واحد المشروب مشروب دياش مشروب يخدر قالوا معوذوا بالله أن يغيب عقلي عن الله جابوا شي نسقويين قالوا هذا قالوا سنستعينوا بهم يقبضوا كلنا من ينقلعوا لك الرجلين قالوا معوذوا بالله تركوني حتى إذا جلست في الصلاة فإذا جلست للتشهد فإذا جلست للتشهد قوموا بعملية بطر الساق فإني حينها لا أشعر بكم أكون متصلا بالله مشاهدا لجلال الله فلما جلس رضي الله عنه يتشهد قطعوا ساقه ولم يستفق إلا وحينما جاؤوا بالزيت المغلى ثم وضعوه على الجرح لكي يرقى الدم فاستفاق فلما رأى ساقه يعني انقطعت قال اللهم لك الحمد أعطيتني أربعا من أعضائي وأخ وَأَخَذْتَ وَاحِدًا فَلَئِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ فَلَطَالَ مَا أَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ وَمَا أَخَذْتَ هو ما عادا قالوا ولدك كان في الإستبر يحيى فوكزت هدى بفمات قال لك الحمد يا رب أعطيتني أربعا من الولد وأخذت واحدا فَلَئِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ فَلَطَالَ مَا أَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ وَعَلَى مَا أَخَذْتَ الله أكبر الناس في نوصلتها الدرجة إن شاء الله هذا اللول العلاقة مع سيد ربي الإحسان في علاقتك مع الله الإحسان الآن في علاقتك مع نفسك يقول سيد أحسن كما أحسن الله إليك دخل رجل على رسول الله وعلى المنبر وإذا بشعره هكذا مرتفع للسماء فقال النبي يدخل إلي أحدكم وشعره صائر كأنه شيطان جوا عندي يقول ما فهمتش ولا أخو رجل رو أعدل شعرك رو أعدل حسن روحك زين روحك سيدر بيقول خذوا زينتكم عند كل مسجد طهر نفسك يا شالغريبة سيدر بيحبكم أن تكونوا كشامة بين الناس متطهرين طيبين وقد سن لنا نبينا غسل الجمعة وسن لنا سنن الفطرة باش يقول إنسان دائما يكون نقي قال لما نبيس لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل وضوح باش سنين تعمل قوي جديو ولذلك مش هذك الراجل وعدل شعره سنو عدلو ومشطوجة قالوا لنبيس لعصي أليس هذا خير من أن يأتيني أحدكم كالشيطان ثائر الرأس عدل روحك واللباس كذلك وش أولادني لبسو ألبسة والعياذ بالله مقطع أنت الآن لا تحسن لنفسك ما هذا الذي تفعل روح عودك تكلم على أمور كثيرة جدا أنت محتاج للطبيب ألا تذهب إلى الطبيب لكي تعالج نفسك وعندك الفلوس أنت عندك الفلوس وتحتاج للأكل وتقطر على نفسك أنت لم ترحم نفسك ولم تحسن إلى نفسك فكيف ينتظر منك أن تحسن إلى العقارين ريق الراسك أنفق على روحك إلى عندك عدل شعرك عدل لحيتك عدل كثوتك تطيب وتطهر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عش كاي دير كان عليه الصلاة والسلام يتطيب بأطيب الطيب وكان أنس بن مالك يقول ما لمست ديباجا ألينا من 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 كف رسول الله وما شممت ريحا أطيب من ريح عرق رسول الله كاتبارك الله من يتشوفوك أن الشمس تجري في وجهه فأحسن يا أخ الإسلام إلى نفسك يا زيد باش الدواء ديالك الرياضة الجسد الطيب الكسوة الزينة عدل راسك أحسن إلى نفسك أحسن إلى نفسك الآن إن شاء الله تبارك وتعالى الإحسان إلى الآخرين هذه الثالثة الإحسان إلى الآخرين نبدأ إن شاء الله بالإحسان إلى الأقارب فأعظم الإحسان هو الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسان إحسان يعني أن تعاملهم بأحسن طريقة في الكلام لا تقل لهم أفل قل لهم قولا كريما في المعاملات خفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أنت لا تحسن إلى والديك وتسبوهما وتأخذهما إلى دار العجزة قال المصر عليه وسلم لا يسبو أحدكم والدي قال كيف يسبو أحدنا والدي قال يسبو أبا لأبنت عن الناس فيسبونا أباه ويلعنوا أباهم فيلعنون أبا يكون هو بحل للعنباه ويسبوه أباه لأنه كما سب شباين الخر ما يسبوه لشباه حتى قضية سب الآخرين لا تفعله خشية أن يستغلوا ذلك فيسبون أباك فسدا لذريعة سب الأب منعك الشرع إحسانا أن لا تسب أحد الله أكبر الله أكبر ولذلك بلغ المحصنون درجات عالية في الإحسان إلى الوالدين وليس هذا إن شاء الله مجال ذكرها فهي كثيرة كثيرة في هذه الأمة الإحسان إلى الزوجة والزوجة إلى زوجها هذا مطلوب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي هناك من الأزواج من لا يحدث زوجته قاط يظل خارج البيت لا يدخل إلا قليلا تراه يضحك مقهقها يسمع له من بعيد مع أصدقائي في المقاهي ولا تكاد تسمع له همسا ولا ركزا في بيته ألا يخاف الله أين الإحسان إلى الزوجة والزوجة فأين إحسانها إلى زوجها في تعاملها معه وحسن التبع لله وقد جاءت امرأة إلى رسول الله وقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك أنتم الرجال كتب الله عليكم الجهاد فإن قتلتم كنتم أحياء عند ربكم ترزقون وفرض الله عليكم الجماعة والجمعة ونحن محبوسون في بيوتكم نطهو لكم الطعام وننظف أفنيتكم وبيوتكم ونربي أولادكم وإحنا ما عندنا والو قال أخبري من أوفدك من النساء أن طاعتكن لأزواجكن وحسن التبع لهم يعدل ذلك وقليل من كن من يفعله الإحسان المتبادل الإحسان الإحسان إلى الأولاد واش تترك أنت أولادك بدون نفقة وعندك وتخليهم يمشوا يتطلبوا على الناس الله أكبر وبشي تحشم تخلي للمرة أنت يقبل الحسن والحسين ويقول له الأقرأ أتقبلون أولادكم قال علي صلى ما تقبل أولادكم قال إن لي عاشرة من أولادي إذا دخلت فروا مني قال وما عسى يأصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك إنه لا يرحم من لا يرحم ها شان تبا تحصل تلولي داتك ولا يدك ولا دك ما ترفدوش ما تلاعبوش فرر الإحسن في معاملة باش يطلعوا معاك ويحبوك قال لك إلا دخل للدار ويهربوا بك ولادك عرف بإلا وأن أعيذوا بإلا لا تساوي عند الله جنحة بعضها قال لك إلا دخل ليستمعوا كولادك مبرراك جاي ويجيوا عندك عرف بإلا هذا دليل على أنك رحيم محسن إليه فإن القلوب تحب من أحسن إليها جبلت قلوب العباد إلى محبة من أحسن إليها هذا اللي حسن عن الولدات الرحب أحبابك ضعاف فقراء ألا تحسن إليهم ألا تحسن إلى الضعاف والفقراء من أهلك إذا كنت صاحب مال أتعطي الصدقة خارج عيالك وخارج أحبابك فإن الله تعالى لينظر إلى صدقتك إذا أعطيتها خارج عائلتك وفيهم الفقير فذلك نوع من الرياء ولذلك المسكين يقول لك الصدقة للمسكين صدقة والصدقة لذي الرحم صدقة وصلة وصلة هذا إحسان وما أسموه الإحسان لكل مسلم كل مسلم إذا استطعت إن شاء الله أن تحسن لكل مسلم أش تدير؟ شكو يقول لك أش كان دير؟ ما عندك شاسيدي باش تحسن إليهم هل تستطيع أن تحسن إليه كل مسلم؟ أسموه؟ زيد أقول هذا غير تكف هذا العدل زيد والإحسان اسموه؟ باش تصلهم الخير واسموه أن تدعو لهم في كل صلاة والله أكبر فمن استغفر للمسلمين والمسلمات زيد يعطيك الله من الأجر على قدر من استغفرت لهم ها واع أنت ما عندك وعله فأنت تحسن إليهم بالدعاء فكلما دعوت إليهم إلا وأوصلت إليهم خيرا فدعاؤك إن شاء الله يصلهم أحياء وميتين فأنت تحسن إليهم ها ثم الإحسان زيد للمساكين والفقراء قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أش قال؟ ها الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر اوه ربي 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 سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن فأنت تحسن إلى المسلمين ثم تحسن الكفار ولا ما تحسنش الكفار ها فالكفار صرفان المحارب زيد والذي لا يحارب قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديالك أن تبرم الإحسان البر هو أعلى درجات الإحسان وأوصان الله وأمرنا به مع آبائنا فما أمرنا به تجاه آبائنا من الإحسان هو نفسه الذي أمرنا به مع غير المسلمين الذين لا يعاربونك تبرم ذلك فهذا ديالسومبر يسخصيوني أصحاب الخارج واش نقول لهم إن شاء الله بوناني واش يلا قالوا لهم بوناني نرد عليهم واش كذا واش كذا واش ممكن لي نعطيهم واش يلا أعطاني في رمضان شي حاجة واش نعطي للجاري أعطي للجار كان ابن عمر يقول هل أهديتم لجاري اليهودي هل أهديتم لجاري اليهودي بيّن لهم الإسلام عمليا لكي تمسح من أذهانهم ما سبق إليهم ما روجه الإعلام الصهيوني من تنفير الناس عن المسلمين وقد دمغهم هذا الإعلام بأنهم إرهابيين لا يتعاملون ولا يتفاهمون فمسح هذه الصورة باش بسلوكك أحسن رسالة لسان حالها محو كل ما حاول الأعداء أن يشويه به المسلمين هي هذا السلوك والطيب الإحسان إليهم الإحسان إليهم ها وش هام مرة إن شاء الله تبارك وتعالى كم من إنسانين واسمودال واسمودال دخل الإسلام بالإحسان فقط جات عندي هنا يذيك مسكينة وجاتنا باش تدخل بإسلام وقلت لها قد فما في الرسالة وقلت لها إن شاء الله تبارك وتعالى دخلت للإسلام فانفجرت بالبوكة انفجرت واسم قلت لك واسمو يا مون بوبر شو كل موبر يعني الوالد ديال الزوج ديالها دارها بحال بنته ومن اللي ماته قد تدعي له تبكي قالت السبب بتاع الإسلام بتاعي هو إحسان والدي زوجي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لذن هذا الإحسان لمن لغير المحارب من غير المسلمين لأنهم يتعاملون مع أمرنا الله بالإحسان إليهم زيد المنافقين بذاته من المنافقين تحصي إليهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر المنافقين عبد الله بن أبي حينما مات قال له عبد الله بن أبي يا رسول الله أعطيني بردتك لكي أكفنه فيها فأعطاه البردة الرأس المنافقين ومن اللي كفنه قال يا رسول صلى عليه فجاء النبي صلى عليه فقال عمر عجبت لجرأتي على رسول الله وقفت بين الجنازة والنبي وقلت له هتصلي على رأس المنافقين قال قلت إليك عني يا عمر لقد خيرني الله وقال إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله ولهم فلا إن كان الله يغفر لهم فوق السبعين لا استغفرت له فوق السبعين حتى نهاه الله وقال لا تصلي على أحد منهم مات أبداً ولا تقوم على قبره أما قبل ذلك فقد صلى عليه حتى نهاه الله أيه إحسان هذا أيه إحسان هذا الكفار الذين فعلوا فيه ما فعلوا فيه ثقيف جاء ملك الجبال قال له أنا طوع عمرك سل ما تشاء إن شئت أطبقت علي من أخشبين رفع يديه للسماء فقال الناس هلكوا ولكن قال اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون إنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحدك ويعبدك إحنا غير واحد السيد محبابك يدير فيك شيء حاجة عمرو ما تولي له عمرو ما تولي له ما هذا الذي وصاب المسلمين في هذا الزمان شي يقتل شي شي يأذب شي شي يهدر شي احتقى المسلس من علامة الساعة والعيد والهرج والمرج وكثرته والعياذ بالله إذن هذا اسمه هذا حتى الإحسان لغير الآخرين لغير المسلمين كمنا الإحسان زيده انت على البشار فين مش يدرك الإحسان إلى البهائم قال المسلم إن في كل ذي كبد رطبة أجر وإن امرأة البغي دخلت الجنة حينما أحسنت إلى كلب وجدته يكاد يأكل الثرى من العطش والحديث صحيح قالت أصابه من الضمأ ما أصابني فنزلت إلى البئر فنزعت خفها وملأته ماء فساقته فشكر الله لها ودخلها وأدخلها الجنة في كلب آه ربي 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 عندي صديقي شباني في لجطبة أجده يمشي هكذا على ثلاثا وبيده كيس فيه بقايا الطعام أقول له ماذا تفعل قال في سنوات العجاف أحمل هذا الطعام وأذهب إلى القرى دع النمل ثم أفرغها عندهم وكم أفرح حينما أرى النمل يخرج فيأخذ الطعام يتزود به للليالي السوداء الشديدة القتامة التي تكون في تلك السنوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا تحقرن من المعروف في شيء فقد يأتي طير يوم القيامة يحج عند الله ويقول رب لقد أنقذني أحسن إلي فاشتراني وأطلق صراحي أطلق صراحي يضج بين يديه يدافع عنه رجل كان يعطي القمح للحمام في مدينة وجدة وكان الناس يقولون نكفيك نكفيك غلاء ثم يعود إلى الجمعة فلما مات يقسم الإمام الذي يصلي به أن الحمامة في تلك الساعة تأتي إلى قبره الله أكبر أما ذا يعني كيقولوا شيء ناس يعني كأن عقله قاصر هو مش عقله قاصر في كل صبيحة يذهب إلى السوق الذي يباع في السمك فيحمل ويلتقط السمك الذي يسقط ويذهب به إلى القطة كل القطة تعرفوه يقول لك أنا ما نديرش الخير ما نديرش الخير ندير فهالو القطة كيشوفهم بعيد يأتون إلي الله أكبر أحسنوا فإن الله يحب المحصنين لكل المخلوقات أحسن 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 والعكس لك أن يسيئوا إليهم مشكلة الإحسان لمن بعد هذا الشيء لمن ليلتحت ليلتحت نتعلم بها يمسوا النباتات الإحسان إلى الشجرة لا تفسد ظل الشجرة بأي شيء فملعون من يفسد تحت شجرة ملعون من يلوث الماء الماء قال المصرص من قطع سدرا أكبه الله على رأسه في جهنم على سيب شو تهرسوا الشجرة عبر الله على سيب شو تهرسوا الشجرة علاش ما زرعتهم أولو علاش واسموا دارتلك الشجرة مسموا دارتلك الشجرة لا هذه ما زرعتك تنجي والجماد لأنني كنت مجلبك على الشجرة علاش لماذا من غرس غرسا ما من دبة شوف ولا حيوان ولا بهيم ولا إنسان ولا جن أكل أم استظى الله إلا وكتب للغارس أجر ذلك ويجده في صحيفة يوم القيامة فيسأل يا ربي هذه الحسنات كالجبال أنا ما عاملتها فيقال له لأنك غرست الشجرة لأنك سقيت الشجرة لأنك تركت من ورائك ما ينتفع به الناس لقد أحسنت إلى الأرض والعياذ بإله المفسد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ووالد الخصوم وإذا تولى ثعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد عدوك وإذا قيل له اتق الله أرش تهر الشجرة إذا قيل له اتق الله أخذته العزة ويث فحسبه جهنم لماذا؟ أحسن إلى الشجرة أحسن إلى الزرع أحسن إلى كل النبات الله أكبر بعد النبات واسمه كيف تحت النبات واسمه؟ الجماد الله أكبر تحسن إلى الأرض تحرثها تعدلها كان الحصى يسبح في كف رسول الله ويقول إن من الحجر من أعرفه الآن كان يسلم علي بالرسالة قبل الرسالة يقول له السلام عليك يا رسول الله كان سيد النبي يقول له أحد أحد يحبنا ونحبه وكان الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله بكى يورينا بالاحتوارة في الرحمة جماد في الرحمة قال فنزل النبي من على منبره لما اتخذ له منبر وأخذ ذلك العضو وهو يئن أنين الصبي إلى فصل عن صدر أمه وإذا به يجد حنان صدر النبي وإذا به يسكت فيتكلم معه والصحابة ينظرون فيرتفع على المر ويقول أتدرون ما قلت لهذا الغص خيرته في أن يغرس في الدنيا أم يدفن لكي يكون شجرة في الجنة معي فاختار أن يكون معي في الجنة الله 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 إذا لابد للإنسان إن شاء الله تبارك وتعالي يحسين إلى إلى كل الجمادات حتى الجماد حتى الجماد حتى الجماد الله الله إذا هذا ديال الطوبي صاعب الله واش الزاج فين يمشي يقل صاعب الله تضل باش تشتد أنا ريني حاير هذو واش منين هما هذو منين يمشي عند المسائل طع الطوبيس ديال الزاج ويهرسها يجيبوها جديدة ويهرسها ما هذا الظو يقلعوا القواد يقلعوا 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 لحدي دوجي السيد يموت يقتلوا ماليهم يقتلوا خوتهم يقتلوا عبابهم ها ويقلوا وواطنهم ويشرطوهم يشرطوهم اللوت وهكذا يفوت عليها ويجلبوا المصمار واش انتي هكذا رسول الله قال بره رجل في طريق فيه شوك فقال هذا الشوك يؤذي المسلمين أو يؤذي الناس مشحة المسلمين الناس بغض النظر عن انتمائهم الديني ولا اللغة ولا العرقي فأزاح الشوك بنيتي أن يزيح الأذى عن الناس من الطريق فشكر الله له وأدخله الجنة بهذا الإحسان أعطاه الله الأجر كل شيء أنت عن نسل يفوتهم أنت ما على شوك شوك نزعه من الطريق الله أكبر احنا نجي بالبيد يصلح درع ثجارك أين الإحسان في تنظيف أفنية بيوتكم في تنظيف شوارعكم في تنظيف شو وراء الإحسان هاللوسخ والرويح الرويح ملحنا كسرتنا كسرتنا فراء الإحسان في التنظيف بس يصدر بي طيب ولا يدخل الجنة إلا طيب الله أكبر قال لك يا سيدي في هذه البلد نتعنا الدار تصيبها مخيرة ونقية ولكن الزنقى آه ما تشوف والدار مخيرة ونقية ويرفد مل يقدر نقية لوسخ ويديروا إلا شارون لا فربران الخاوي هذا إحسان هذا إحسان هذا إحسان الله أكبر الله أكبر فلابد للإنسان إذن أن يستشعر هذا المعنى الإحسان في كل شيء الآن الإحسان في العمل وفي الدعوة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح عن أبي على شداد بن أوس هذا شداد بن أوس يقوله هو من أفقه الفقهة كان في الشام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء شوف شوف على كل شيء تخيل معي على كل شيء الإحسان كتبه على كل شيء أوه يا ربي يا ربي كيفاش الإحسان كتبه على كل شيء قوله شوف انتهى كتب عليك الإحسان في كل شيء أو لا ما كتبش عبرة في كل شيء فاش دعمه إحسانك بعينيك زيد زيد أن تنظر إلى زيد إلى كل شيء النظر العبرة فمن نظر إلى وجه أمه رحمة غفر الله إحسان النظر إحسان النظر ماشي إساءة النظر كلم لي يشوفك درك الله ربي ربي أمه تلقى مع أخوك غيعيني غيعيني كي يشوفك تقول ربي أنا ما له هذا واسم الله جانا هم يجلي أمه أمه الكاسي شيء وحدين دالهم العشاء ومن حطلهم الماكلة وحطلهم الشوى غيد أخو قالوا إضحك إضحك وشوفني وحشوف الزينا والله ما رحنا طالقينه كالين وكالين إزا عنا غير يضحك واشت دو هكذا ها هذا إحسان النظر هذا كاللي غمني يشوفك كذا ويبتسم تفرح كاللي أحسن بعينيك نظرة ها وإذنين أحسن الاستماع منين يكون القرآن علاش تبقوا وتلعبوا حنا نمشوا وندفنوا الميت ياك النس تدفنوا الله 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 يا سيد والقرآن لا إله إلا الله هذي يستمعوا وأنصطوا حس الاستماع أين إحسانوا الاستماع لكلام رب الناس وش هاتش هذا وش هاتش هذا ولا يجيبوا يبقى وقرر القرآن وما يديروا لا تاي أفرق أجيب المقرآن ها شاشي هذا هذا كلام الله تعالى ها وإذا ذكر الله وحده وش مأزت قلوب الذين ليؤمنون بلا قرآن وإذا ذكر الذين من دون إذاهم يستمشيروا لإحسنت عن اللسان ورب اللسان وقولوا للناس حسنى الله أكبر الله أكبر حسنى وكي قل ها ولا تجادل أهل الكتاب إلا هذول كي إلا بالتي هي أحسن شو شو بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن اللسان ما كينشي تلي يصدر منه خلق الإحسان بحال اللسان لأن اللسان كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل ولأن اللسان كان تقول به الكلمة اللي هي مفتح لجنة لا إله إذن الله يعني شو كلمة اللي هي أثقل أثقل من السماوات السبعة الله أكبر يعني كثر من ذكر الله إذا كنت تريد أن تحصن بلسانك يا أخوتي في المراكم الإحسن تعالي لسان هو كثرة ذكر الواحد المنان وقراءة القرآن والكلام الطيب لبالي الإنسان هذا هو الإحسن تعالي لسان الليدين الإحسن تعالي لسان من مسح على رأس اليتيم شفقة كتب الله له بإحسانه باليد ما كان لعا فلوس له بعدد شعر رأس اليتيم حسن رب 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 رجلين إحسنت رجلين أن تذهب بقدميك لكي تقوم بعمل طيب إصلاح بين الناس إلى المسجد فالإحسان بالأقدام هو طاعة الواحد الديان العلام حينما تقصد بقدمك ما يرضي الواحد العلام وهكذا انت كتب الإحسان على كل شيء على عقلك فلا تفكّر إلا فيما يرضي الله على عينيك فلا ترميهم إلا لما يرضي الله على سمعك فلا تنصت إلا لما يرضي الله على قدميك فلا تذهب بهما إلا لما يرضي الله هكذا ثم إن الله كتب الإحسان على شيء فين مشى؟ فين مشى؟ فين مشى؟ مشى الوحل حاجة بعيدة واسمه هي؟ فين مشى؟ من قالنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء وفين مشى؟ قال لك قال لك فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة مش احتل الذبح يعني خلقوا على المسائل اللي بينوا في العزاء يعني المسائل اللي كتبا وعرأ اللي هي حينما يحكموا على مجرمين بإقامة الحد عليه القتلة والذبحة إما الذبح أنعم وإما قتلة من كان ممن من من يطبقوا عليه الحد اللي معروفين حتى فهذا قال فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وقال فليحد أحدكم شفرته وليريع ذبيحته وقالهم ليه جيد ذبح ما خصكش تقطع الخدمة إحدى وما خصكش تذبح إحدى أخوه وما خصكش تجيب دو قوي لقد رأى عمر رجلي يجره يجره الشاتة إلى المذبح فقال ويحك قدها إلى المذبح قودا حسنا أحسن إليها ألم تسمع أن الله كتب الإحسان على كل شيء إذن بقري زوجة على المسألة إحسان زوجه في العمل عباد الله إمتها لك تخدم كي يقول المسألة على سلم رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه الإحسان هو إتقان إحنا المستلبين لا نتقن وعمالنا اللي يخدم شي حاجاء ما يكملهاش اللي دار له تسمع خلها بلا قوادس اللي سنيع ليها المهندس ده الفلوس اللي يبنى البنيان يبنيه ماشي شيء تكتشري الدار على أساس أنها مبنية على على تلك إن شاء الله اللي نورم كي ما يقولوا ومنية تبشي كتصيبها الله يحفظوا ستر مكا ورها الإتقان أخوتنا يدولوا زبرتمو في الويدان يدولوا زبرتمو في الويدان نبرتمو يديرها في الويدان وكي يجي الويدر وكي يجي الويدر وكي يجي الويدر يجي ويجرزر كول هاينا هو الإتقان القناطر قاعد يتهدم وما من يجي يشتلم دون فهذا حنانستنو وشتون فرحو لأن بلدنا عايشة بشتا لكن حينما يكرمنا الله بالرحمة والغيث غسعة إذا بالمدينة تغرق أين هي تلك القنوات التي تصرف المياه ما كانش ما كان كل شي الناس تغرق يا ربي 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 يا ره الإحسن وره الإتقان كانش متابعة كانش مسؤولية كانش محاسبة ليس هناك الشيء ولذلك فالإتقان تعالى العمل هو دليل الإحسان والذي لا يتقن هو لا يخاف الله لا يراقب الله وبهذا تأخرنا كثيرا وإحنا يا في نموات مشي تشري شي حاجة كانت يقول رمش متوني علاش علاش لأنه واشغل أطبا ياسي واشغل محامي واشغل محامي الموظف تمشي عنده يقول لك سيديرا هنا وفره أها هو البلطو دياله هنا لكن هو فره هو راه في القهوة استنى غادي يتقن لك العمال وغادي يخدم لك سوال حاكم وصحاب الأساتي إذا ها والخورين ولا لا خورين وحل عداد والخورين كاين مزيانين بزاف لكن هالسيد اللي يخلي الدرس ما يأطيش ما في العمومي ويمشي بالعان يدير السواية الإضافية اللي يدي بهم الفلوس والخورين اللي ما يجي وش عندهم يعطوا مش النقطة أهين هو الإتقان أهين هو الإحسان واشغل واشغل يقول واشغل يقول واشغل يقول قول ذاك عني وعن كل الناس هاز شرين كقرور راسي يا أنا فره الإتقان فره الإتقان لا هيا هيا الله الحمد رسول الله إذن فإتقان العمل من الإحسان وآخر نقطة هي إتقان الدعوة إلى الله فالله تعالى يحب من العبد إذا دعا إلى الله أن يدعو بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن شعر شك يقول سيدة ربي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح شو يدعي لسيدة ربي ولكن يخدم بش يدعي وما يخدم يا هو يعمر الناس يا هو يجي يجي بالضب شعر شي هذا هذا هو الإحصان يقول يا أيها الذين آمنوا أتامرون الناس هذه في البقرة بالبر وتنسون أنفسكم وفي صورة الصف يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ها إن في الإنسان إن شاء الله تبرك أو تعالى يقولك ومن أحسن قولا ممن دعا وعمل صارحا وقال إنني من المسلمين أنا رني مسلم أنا اللي كنت أدعي لسيدة ربي أنا رني مسلم أسيح ركا اللي كيدعي لسيدة ربي هو مسيحي وكيدعي لسيدة ربي هم مسيحي ينزيد وكيدعي لغي بلتي هي أحسن إذن أخسك أنت يا من إني تبقى لسيدة ربي وانت بسلم يقول انا راني مسلم انا راني مسلم انا كانت ايك لاننا مسلم ما نكلمش عليك وفيها مورع واسمه ادفع بالتي احسن شو شو انت تدعي لسد ربي ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمين وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم كل عنوان يحتاج الكلام كثير ولكن انا اختصرت كل هذا لكي اتحدث عن الخلق الاول الذي يستوجب محبة الله لاصحابه وهو الاحسان ثلاثين ثانيا احسان في علاقتك مع الله ان تعبد الله على وجه المراقبة او المشاهدة ثانيا الاحسان زيد الى نفسك ان تظهر بمظهر تبين شكر الله على النعم التي انعمها عليك الثالثة الاحسان الى اقاربك ان تكون دائما فاعلا للخير ممتدة يدك ولسانك الاهلك بالخير وليس فيك خير ان لم يكن خيرك ممتد الى احبابك ورحمك هذا الاحسان والرابع احسان الى جيرانك والى كل المسلمين وقاصة الفقراء خامسا الاحسان الى غير المسلمين من غير المحاربين سادسا الاحسان الى البهيمة العجماوات سابعا الاحسان الى النباتات بصيانتها والاعتناء بها ماشي نجي ونقطعوها ونولي ونديرو اسمو افساد البيئة احترى وقعدنا التصحور ثم بعد ذلك الاحسان الى الجمادات الكراسة اللي يقلسوا عليهم الناس الزاج اللي يحفظ الناس الضواو الضواو ديال المدينة اللي بنادم يجي ويهرسهم واشتربح انتا واشتربح الصراجم ديال المؤسسات الحديد اللي يقلعوه ويبقوا يبيعوه الحديد الخيطان طعال الله اللي يقلعوه لا يقلعوه لا 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 ليبواط ويبقوا يبيعوه واش هذا غريبه هذي واش هذي ماشي عنديش احساس ولا ما عندوهش والفروجات اللي يهرسهم وذوك للرقارات اللي يقلعوه من اخرين هذي سيرها ما اراد لا يعقلها ولا لي انا يعقل احباب الله رحمه لكم لا يعقل ثم بعد ذلك احسان مكتوب على كل شيء اي على العينين على اللسان على الاذناء على الانسان ظاهر وباطناء ومكتوب ايضا على كل افعالك في الحياة حتى وانت تذبح وتتقرب الى الله بالانعام حتى وذلك الذي ينفذ القتل في من كتب عليه الحد وحكم عليه من طرف القضاء ان يكون بالتي احسن شوف ثم الاحسان بعد ذلك في مجال الدعوة الى الله وذلك باختيار الكلمة الطيبة وان ترافقها باش برحمة الناس ما تعير حد سيدي راه ما اللي ما حد ما متش على اللي ما خرج بالدنيا ما خرج مع قيمها روحت السيد كان عنده صاحب المسرف قال له اه ودي ولي صيد ربي قال له خليني بيني وبين ربي فلما اكثر قال له والله اللي يغفر لك الله قال له يوم تلقي يا مش دك انت لهذا الشي انا قد غفرت اين المتأل علي ان لا اغفر لعبدي اذهب فقد غفرت لك يا من اقسم عليك ان لا اغفر وانت قد حبطت عملك يا روح السيد يا الله وصل الله على حبيبنا محمد